منصة منسوج تقدم محتوى للأزياء وعن ارتباطه بالثقافة المحلية كما تقوم بتعريب مصلحات الموضى الأجنبية وأيضا تقدم مواد معرفية في مختلف قطاعات الأزياء وكذلك تضع المنصة على عاتقها نشر الوعي الثقافي حول الأزياء في هذا المساء نناقش الأستاذ وجدان المالكي مؤسسة المنصة حول قصة تأسيس منسوج وما هي الاستراتيجية التي يتبعوها في نشر المحتوى حياك الله أستاذ وجدان حياك الله أهلا وسهلا بداية أستاذ وجدان ودي نعرف منك قصة منسوج طيب هي بدأت هي امتداد لحاجة أنا كنت أسويها من زمان اللي هي كتابة المحتوى من عام 2013 بدأتها بحساب تويتر لأني كنت من طفولتي أحب أقرأ كثير بمجالات مختلفة فكانت مكتبة البيت مليانة بكتب مختلف المواضيع فكانت من ضمنها يعني تاريخ الأزياء أو مواضيع تتعلق بالأزياء من ناحية يعني تاريخية أو توثيقية بالضبط فكبرت من عندي حصيلة معلومات عنها لا بأس بها وقتها ففتحت حساب يعني لممارسة هواية بعد في فترة صيفية بعد انتهاء الدراسة فبدأت أشارك اهتمامي مع مجتمع يشبهني فبدأ المتابعين يعني كان فيه من 2013 تقريبا إلى إنشاء المنصة في عام 21 وقتها عرفت قديش الناس متعطشة لمحتوى عربي يشبههم في الأزياء فكانت تقريبا هذه هي جذر بناء المنصة هذه بدأت في عام 2021 صحيح ومنذ الانطلاقة كنت منصة رقمية بالضبط ايه هل ممكن احنا نشوفكم على أرض الواقع حاليا نحنا في عام 24 نحنا نستهدف التأثير فاليوم احنا بأقل أدوات بأقل ممكنات نقدر نحقق هذا التأثير على منصات واسعة يعني المكان الواحد بيحصرنا أن احنا ما بنقدر نتوسع بالمعلومات أو يعني احنا ركزنا على المحتوى الرقمي عموما لأنه دائما نتكلم أن احنا عندنا ندرب المحتوى العربي بس إحنا ما عندنا ندرب المحتوى العربي إحنا بس عندنا ندرب المحتوى العربي رقميا لكن عندنا أبحاث ودراسات ورسائل علمية قوية في مجال الأزياء فقط تحتاج لتوثيق ونشر رقمي بحيث أن يكون فيه سهولة بالوصول سهولة بالبحث أكثر إذن توجهكم هو أن يكونوا رقمي هل ممكن نشوف أكاديمية منسوج؟ لا حاليا الهدف أن نبقى منصة رقمية رقمية أي تسعى لإطراء المحتوى العربي رقميا في عندنا تغريدة لو نستعرضها بعد ذلك نأخذ تعليقك سادة وزداء هذه تغريدة نشرها حساب منسوج على منصة إكس كان يتكلم عن جلود الإبث وتوظيفها كيف أنتم تتناولون بمثل هذه المواضيع على منصة منسوج؟ هيئة الأزياء عندها منصة تابعة لها التي هي منصة مستقبل الأزياء تنشر فيها دائما بيانات أول بول بيانات عن السوق السعودي للأزياء فهي تقارير مفصلة عن عناصر كثير بالأزياء مثل الأزياء نفسها أو الأكسسوارات فهي تتناولها من جميع الجوانب تقريبا فإحنا دورنا أن نلخص هذه المعلومات ونبسطها ونسهل صياغتها أكثر ونستخرج الأبرز العناوين منها وننشرها على منصاتنا لفئات أوسع بحيث أن بيانات هذه المنصة لا تكون محصورة فقط على فئة قليلة تقراها فإحنا نحب أن نشرها لزيادة الوعي أكثر ما هي أدوات البحث التي تستخدمونها؟ هي الأبحاث العلمية في الجامعات منها كانت جامعة الملك عبد العزيز لذلك وقعنا معهم شراكة لتلخيص أبحاثهم بمجال الأزياء والنسيج فهذه كانت لبنة الشراكة بيننا وبينهم في البداية إحنا كنا نأخذ الأوراق العلمية أو البحاث برا لكن حبينا بما أننا نريد أن ندرس السوق السعودي وثقافة السعودية فإحنا نحتاج أن نتوجه للجامعات السعودية لأنه موجود فيها فهذا يتضح معنا مع البحث والتجربة كيف وجدتي وفرة المحتوى العربي في مجال الأزياء كبحوث، كدراسات؟ لقيت وفرة صراحة رائعة وجدتها بالجامعات، بمكاتب الجامعات؟ بالضبط يعني في كثير أبحاث وكثير أعمال صراحة تشكر فبس كان الناقص هو توثيقها ونشرها فهذا أحنا بكل بساطة نريد أن نقوم بهذا الدور هذا دور طيب إذا جئنا نتكلم عن المحتوى في منسوج إيش هي الاستراتيجية التي تتبعونها في بناء المحتوى؟ استراتيجيتنا هي بناء محتوى مستدام بحيث أنه يقدم القيمة النفعية اليوم يقدمها بعد سنوات طويلة فإحنا محتوانا ما يعتمد على الأخبار والتغطيات والعواجل وهي مهمة طبعا وإحنا عليها نبني محتوى مثل تحليلي أو نتناول آراء تحليلية في القطاع فمن هذه الناحية أنه يكون المحتوى قيمة النفعية عالية جدا بالذات في مجال من ناحية البزنس أكثر والإعمال فتوجهنا بأكثر توجهنا بالضغط وبرضو عندنا نتناول الجوان بالثقافية كثير بالأزياء والتاريخية فالحمد لله ممكن يكون يواجهكم تحدي أنه أنتم تأخذون بحث علمي تبسطون المعلومة وتقدمونها كيف هذه العملية تكون؟ صراحة تكون هي بمساعدة الأكاديميين نفسهم فهم يقدموننا البحث ويقدموننا مع الملخص فنراجع معهم كيف ممكن نحن نلخص هذه المعلومة بأبسط طريقة ونتفق على طريقة نشر فيها فالحمد لله ما أعتقد أنه قاعد نواجه فيها صعوبة عالية كم عدد الفريق لي يعمل؟ صراحة إلى الآن ثلاثة ما شاء الله والباقي صراحة نتعامل مع متعاونين مستقلين وبرضو حت الكتاب معنا كلهم مستقلين فالحمد لله ما أعتقد أننا نحتاج اليوم صحيح أننا حاجتنا الكبرى لموارد بشرية لأننا تصنيفنا منصة تقنية فحتى تكاليفها المادية قليلة بس احتياجنا الأكبر للموارد البشرية فإحنا ما رح نوظف عدد كبير جدا ممكن مستقبل إن شاء الله لكن حاليا نتعاون بالتعاونات متفوعة طبعا ونساعد كلنا في إثراء المحتوى العربي الله يقويكم أستاذ وجدنا للحوار بقية لكن بعد الفاصل ومساءنا مستمر حياكم ونكملين حوارنا مع ضيفتي الأستاذة وجدان المالكي مؤسسة منصة منسوج حياك الله أستاذة وجدان من جديد بالحديث عن منصة منسوج إيش الخدمات التي تقدمها المنصة والمواد المعرفية التي مسجلة وتقدم عن بعد وأيضا ودي تتكلمين عن أكثر مادة كان عليها إقبال وطلب تمام نحن نقدم مواد معرفية متنوعة تعزز قيمة المعرفة لدى المتلقين فكانت على شكل فيديوهات مسجلة ملفات رقمية مقالات فيديوهات قصيرة فهذه أشكال تقديم المحتوى حاليا عندنا يعني إحنا نتناول تقريبا جميع أنواع يعني الأزياء لها فروع كثيرة لها يعني عندنا إحنا إحنا ما بس عندنا تصميم أزياء عندنا تصوير الأزياء عندنا تسويق الأزياء إدارة أعمال الأزياء تنسيق الأزياء فإحنا نتناول هذه الجوانب لأنه يغلب علينا هنا عندنا المهن الوحيدة في الأزياء هي فقط تصميم الأزياء لكن نحتاج إحنا المهن المساندة لها عشان كده عززنا أن إحنا ترى تقدر تتخصص بهذا المجال فقط وتساند صناعة الأزياء وتساند المصممين وغيرهم فركزنا على هذه الناحية كثير والحمد لله يعني يعني حبا أن في ناس بدأت تركز أن تكون هي لحالها مهنة لأن في كثير ناس يدخل بالأزياء ويدخلون بدايتهم كتصميم بعدين يكتشفونهم هم كم صورين أفضل أو كمون السقين أفضل والأكس يعني فالمواد هذه ساعدتهم يكتشفون أنفسهم أكثر وفين ممكن يتخصصون وبشكل مركز ومخصص أكثر فأيبض يعني الحمد لله من هذه الناحية غطيناها أكثر المواد اللي عليها إقبال أكثر المواد كانت اللي تتناول عبايات كثير بما أنها القطع الأكثر مبيعين بالسعودية وتوقع الخليج كمان فكانت فعلا يعني من أكثر أكثر المواد اللي الناس تفاعل معها وفعلا لأنه ما في محتوى كثير منشور عنها يتناولها من ناحية البزنس من ناحية الثقافة من ناحية سلوب الحياة مع الناس فأي يعني كانت هذه أكثر المواد وبعدها المواد الرقمية بما أنه صار تصميم الأزياء يعتمد بشكل كبير على المهارات الرقمية فهي بعدها يعني هل منصة منسوج خدمت أكثر شيء في قطاع الأزياء نقول قطاع الأعمال هما مصممات العبايات؟ كثير صراحة ما باسم مصممات العبايات بس خدمتهم من ناحية معلومات من ناحية يعني كيف تبدأ المشروع؟ كيف تبدأ المشروع أو تختار الأقمشة؟ تبدأ المشروع وكيف تختار الأقمشة وكيف تبدأ يعني صناعة العبايات من الصفر إلى الاحتراف كيف تبدأ تسوقها بعد كذا كيف يعني الحمد لله ناولنا جوانب كثير تقدمون مواد مجانية؟ نعم نقدم مواد مجانية وقدمناها لفئات كثير الحمد لله وعلى أثرها تم اعتمادنا كمنشاة اجتماعية من منشآت القيامة يعني بدورنا الاجتماعي فيها والحمد لله يعني شرف لنا صراحة جهدكم مباركة ساذة وجدان طيب موادكم هي مرئية ومقروعة؟ صحيح وفيه طيب مواد سمعية أو هي عبارة عن فيديوهات ومواد مقروعة كما قالت؟ فيه فيديوهات ومواد مقروعة ونصية عفني نصية وفيديوهات تقريبا هذه أكثر أشكال المحتوى لنستخدمها يعني الناس بنحاليا وكلها مسجلة فيه هل ممكن تقدمون أشياء مباشرة؟ نقدم أشياء مباشرة كثير يعني تكون لقاءات أونلاين فإيه نقدمها كثير يعني كيف تختارون الخبراء اللي يقدمون موادكم؟ صراحة هذه كانت برضو ضمن جذور بناء منسوج اللي هي أنه أنا في مشواري بالكتابة طبعا كنت يعني ألتقي بناس كثير وتناقش مع ناس كثير بالصناعة عندنا بالسعودية فكنت أشوف كثير خبراء صح أنهم ما درسوها أكاديميا لكن عندهم خبرات طويلة جدا أكتشف أنه عندهم معلومات جدا جدا قيمة فكنت أقول هذه المعلومات تحتاج أنها تشارك على العامة كان نقولون طيب ما في منصة يعني تحتويين عشان نشارك معلوماتنا ولا إحنا بالعكس يعني يحبين إحنا أن زكاة العلم نشرة فقلت وكي بس تحتوي الخبراء الموجودين اللي عندنا وصراحة فعلا يعني ما توقعت هذا الكمل الخبرات يكونوا عندنا موجود والحمد لله يعني جاب أثر عظيم الحمد لله وش قصة هاشتاغ أعرب الأزياء؟ هذا كان ضمن أنه مشروع إثراء اللي هو أننا في ثقافتنا العربية دخلت علينا كثير كلمات أعجمية وهذا يعني أمر غير مزعج بالعكس هذا من التلاقح الثقافي لكن لغتنا العربية تستحق أننا كمان نصونها ونعززها أكثر فكان أننا عندنا إحنا كثير مصطلحات منتشر اليوم لها لها تعريب أكثر فصاحة فكان الهدف أن إحنا نوجد المصطلحات العربية الأصح لهذا لأي عنصر من عناصر الأزياء فمثلا يعني كانت واحدة منها واللي أنا ما توقعت حتى كيف تفاعل الناس معاها مثلا يعني إحنا دائما نتشر عندنا نحنا نقول لي ملابس النوم البيجامة فهي البيجامة كلمة فارسية فالتعريب لها هي المنامة فلما نشرناها يعني لقنا الناس حبت المصطلح هذا أكثر وحبت استخدمها بدل كلمة البيجامة وهنا تستخدم حتى في كتابات حتى تكون الكتابات أدق مثلا أو أفصح فيعني هذا هو مشروعنا اللي قاعدين حاليا نحن نشتغل عليه لسه عظيم طيب ماذا عن دعم صندوق الثقافي اللي حظيته فيه هو كان أيضا ضمن مبادرة إثراء وهي كانت من حمالية والحمد لله يعني من حمالية تقدم استدامة الفترة طويلة للمشاريع وتقويها أكثر يعني هذه كانت الهدف منها أساسا هو رفع نسبة المحتوى العربي رقميا بالأزياء من ناحية ثقافية ونركز عليه من ناحية ثقافية أكثر فهذا هو كان الهدف ولهذا السبب تلقينا الدعم كيف استفاد المشروع من هذا الدعم؟ الحمد لله وفر فرص وظيفية كثيرة ويساعدنا كمان يعني نحن نرفع نرفع مستوياتنا من نواحي كثير يعني وساعدنا نتعاون برضو مع خبراء كثير والحمد لله أعطانا دفعة قوية يعني إلى الآن نحن ما زلنا نصيغ شكل هذا التعاون وما زلنا يعني يقدمون له ونقدمهم نقدم لهم كثير فالحمد لله كانت صراحة دعم الصندق الثقافي دفعنا دفعة قوية جدا فالحمد لله مستمرين إن شاء الله جهودكم مباركة أستاذ وجدان وسعيدة بتواجدك معي في هذا المسأل أنا أسعد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر